اشتركوا في القناة اسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف احمد واصابة اخر باصابة متوسطة وذلك اثناء التصدي للعناصر الارهابية كما اسفر الحادث عن هروب عدل بلغ عشرة من امن المحكمين في قضايا ارهابية وقد اصدر الفريق الركن مع علي الشيخ راشي بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقع وباشرة الاجهزة الامنية المختصة فور وقوع الحادث اجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية اليه واختار نيابة العامة هذا وتكثف الاجهزة الامنية من اعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الارهابية المتورطة وكذلك المحكمين الهاربين المتورطين بارتكاب اعمال ارهابية افضت الى قتل وترويع المواطنين والمقيمين وهم احمد محمد صالح محمد الشيخ ستة وعشرين عاما عمار عبدالله عيسى عبدالحسين ثمانية وعشرين عاما محمد ابراهيم مل رضي آل طوق ستة وعشرين عاما حسن عبدالله عيسى عبدالحسين أربعة وعشرين عاما عيسى موسى عبدالله حسن أربعة وعشرين عاما أحسين عطية محمد صالح سبعة واربعين عاما صادق جعفر سلمان حسين سبعة وعشرين عاما عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي واحد وثلاثين عاما رضا عبدالله عيسى الغسرة تسعة وعشرين عاما أحسين جاسم عيسى جاسم البناء سبعة وعشرين عاما وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين انطلاقا من حرصهم على الأمن المجتمعي تهيب وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكمين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ والإسراع مشكورا بالاتصال على تسعة 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 أو الخط الساخن ثمانية صفر صفر ثمانية صفر صفر ثمانية مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات محذرين في الوقت ذاته كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمسائلة الجنائية إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات البحرينية على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك